العنف يتصاعد في ولاية غرب دارفور مخلفا عشرات القتلى والمصابين الموجة الجديدة للاقتتال بدأت بخلافات قبلية في بلدة كرينك أدت إلى مواجهات مسلحة لكن مصادر سودانية قالت إن القتال توسع ليشمل مجموعات مسلحة وميليشيا محلية نقابة المحامين في إقليم دارفور أكدت أن الاجتباكات أدت إلى تشريد ما لا يقل عن 20 ألفا وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن هجمات طالت بنايات حكومية ومركزا للشرطة ومستشفى البلدة وانتقل العنف من بلدة كرينك إلى مدينة الجنينة عاصمة الولاية وقالت منظمة أطباء بلا حدود إن هجوما استهدف أيضا مستشفى الجنينة التعليمي حيث يعالج المصابون وتسببت أعمال العنف في تعليق عمليات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لهذا الأسبوع والتي كان سيستفيد منها نحو 63 ألف نازح ونشر الجيش السوداني مزيدا من القوات في الولاية للمساعدة في وقف الاقتتال ومحاولة بسط الأمن وشدد مجلس السيادة على مواصلة جهود فرض هيبة الدولة والسيادة القانون لإيقاف نزيف الدم اتخذ المجلس عدة غرارات أهمها أولا تعزيز التواجد الأمني بولاية غرب دارفور بدفع قوات للفصل بين الأطراف واحتواء الموقف ثانيا استكمال جهود الترتيبات الأمنية والاستمرار في إنفاز نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان ثالثا تكليف وفق للوقوف على الأحداث بولاية غرب دارفور وتهديئة الأوضاع ولجنة لمعالجة الأوضاع الإنسانية الأمير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش ندد بالعنف ودعا إلى تعجيل نشر قوات حفظ الأمن المحلية المشتركة وفقا لاتفاق جوبا للسلام الموقع عام 2020 وهي الدعوة ذاتها التي أطلقتها السفارة الأمريكية في السودان مطالبة بتنفيذ الترتيبات الأمنية وتقول بعض المصادر إن جماعات مسلحة لم تنضم لاتفاق جوبا قد تسعى لتأجيج العنف ويشهد إقليم دارفور اقتتالا ومشكلات أمنية تعيد للواجهة على الدوام أحداث عقدين من الزمن لواحد من أشد النزاعات القبلية دموية وتعقيدا أدى لمقتل نحو 300 ألف شخص ونزح الملايين